الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وارضى اللهم معنا معهم أجمعين في اللقاء الرابع عشر في الجذء الثاني منه نتحدث فيه بإذن الله عن شرح اسم كتاب البخاري وذكرنا أن اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه وقد تفضل الله علينا بأن أعاننا على شرح معنى الجامع ومعنى المسند والآن نتكلم عن الصحيح الصحيح في اللغة ضدها ضد الصحيح السقيم المريض في الاصطلاح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علا البخاري هو أول من صنف في الحديث الصحيح سبق في ذلك في جمع الصحيح الإمام العلم الكبير إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي شيخ وإمام المذهب المالكي ومؤسسه لكن مالك رضي الله عنه ورحمه الله لما جمع الصيح خلطه بأحاديث الصحابة والتابعين فعندما نقرأ في الموطأ تجد أحاديث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الأكثر وفيها أقوال الصحابة والتابعين وفيه فتاوى التابعين وفيه بلاغات يقول مالك بلاغني والبلاغات في اللغة لها معاني متعددة من الخبر والإعلان وفي الاصطلاح هو قول الراوي بلاغني عن فلان وحكم البلاغات الأصل في البلاغات الضعف والسبب لانقطاع سندها ما لم توصل بسند صحيح فهل هناك أحد وصلها؟ وما هي عدد بلاغات الإمام مالك في موطأه؟ عدد بلاغات الإمام مالك في موطأه 42 بلاغ 42 بلاغ وصلها الإمام الحافظ ابن عبد البر ابن عبد البر ابن عبد البر الأندلسي في كتابه التمهيد وصل 38 وأبقى أربعة وجاء من بعده الإمام الحافظ أبو عمر ابن الصلاح وصل الأربعة في رسالة سماها رسالة في وصل البلاغات الأربعة في الموطأ هذه البلاغات الأربعة هي واحد قال مالك رحمه الله بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنس أو أنس لأسن أي لأعمل لكم سنن وصله ابن الصلاح في رسالته في الجزء الأول من طريق أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا بلظ إنما أنا بشر أنس كما تنسون لكن يلاحظ هنا أن اللفظ مختلف معنى هذا أنه يتقوى به واللفظ مختلف لذلك قال ابن عجر أنه بهذا اللفظ إني لأنس أو أنس لأسن قال لا أصل له وكذلك قال حافظ العراق في التخريج في الصفحة 43 في الجزء الرابع أنه لا أصل له البلاغ الثاني الذي وصله الحافظ أبو عمر بن الصلاح في رسالته قال الإمام مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا نشأت بحرية أي ظهرت سحابة من ناحية البحر وارتفعت ثم تشاءمت أي أخذت نحو الشام والشام في المدينة ناحية الشمال كأنه يقول إذا مالت السحابة الظاهرة من جهة الغرب إلى جهة الشمال فتلك عين غديقة أي ماء معين غزير يكون ماء غديق أي غزير وفي القرآن الكريم ذكر ربنا سبحانه وتعالى في صورة الجن لأسقيناهم ماء غدق أي غزيرا كثيرا وصل الحديث الحافظ أبو عمر بن الصلاح في رسالته في الجزء الثاني من طريق ابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله عنها وأرضها مرفوعا برض إذا أنشاءت السماء بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة وقال بعدما وصله قال ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر وفي سنده محمد بن عمر ابن عمر الواقدي في سننه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف وهو ضعيف لكنه وصله وبين درجة الحديث البلاغ الثالث قال الإمام مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أريت أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر وصل الحافظ بن الصلاح في رسالته في الجزء الثالث عن ابن عباس مرفوعا بلظه ما عسى أن تكون محاسنة أعمال أمتي في قصر أعمارهم وقال هذا حديث غريب المتن جدا وضعيف إسناده جدا وما رواه ابن الصلاح قريب من معنى بلاغ مالك ولكن ليس هو لكن الحديث له شواهد مرسلة كما في كتاب تنوير الحوالك للصيوط في صفحة 299 في الجزء الأول منه بلاغ الرابع الذي وصله ابن الصلاح قال الإمام مالك أن معاذ بن جبل قال آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز يعني يركب الدابة قال أحسن خلقك للناس يا معاذ حسن أخلاقك قال حافظ ابن الصلاح في رسالته في الجزء الرابع عن معاذ بلاغ قلت يا رسول الله أوصني وقال فيه ليث ابن أبي سليم وقد توبع من بعض الرواه حديث له شاهد من حديث أبي غر ومن حديث معاذ بلفظ آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن روى الإمام أحمد والتلمذي برقم 1987 وحسنه هذه البلاغات التي ذكرها مالك الإمام مالك رحمة الله هو أول من جمع الصحيح لكن لم يجمعه مجرداً فلم يكن أحاديث صرف بل فيه أقوال الصحابة وأقوال التابعين لكن البخاري هو أول إنسان جمع الأحاديث النبوية الصحيحة من غير أن يخلطها بغير كلام النبي صلى الله عليه وسلم قصداً لذا سماه الجامع المسند الصحيح ثم قال المختصر مختصر هل هذا مختصر؟ نعم مختصر كيف مختصر؟ وفيه 7379 حديث 7379 حديث على عدل حافظ بن حجر مع المكرر لما نحذف المكرر يطلع تقريباً 4000 حديث سبحان الله فهل هذا مختصر 4000 حديث بعد حذف المكرر؟ كيف؟ إذا لم يكن مختصر البخاري يقول يجيب عن ذلك يقول صنفته البخاري الصحيح من 600 ألف حديث يعني 7000 حديث هذه منطقة من 600 ألف حديث وعلى هذا فهو مختصر صحيح كلامه هو مختصر طبعاً مختصر جداً 7 من 600 ألف يعني لم يصل إلى العشر ولذلك صرح البخاري بهذا قال في الإسم المختصر حتى لا يأتي أحد الناس ويقول هناك أحاديث صحيحة ليست في البخاري صحيح هناك أحاديث صحيحة ليست في البخاري وهذا ما قاله فهو رحمه الله لم يقصد التوسع وعمل في الصحيح في 15 عاماً 15 سنة واختصر 7000 حديث من 600 ألف حديث فهذا المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه هذا اسم الكتاب الرسمي والاسم دائماً يكون معبر تعبيراً دقيقاً عن موضوع الكتاب وعن حقيقته وطبيعته ويقطع الألسنة من أن يستدرك عليه أي واحد لكن العلماء استدركوا عليه جاء واحد مثل الإمام الحافظ الكبير الإمام الدارق قطني رحمة الله تعالى عليه وألف كتاب وسمها الإلزامات والتتبع الإلزامات والتتبع وقصده إلزام البخاري مثلاً يقول له أنت خرجت حديث فلان عن فلان عن فلان ثم ذكرت لنا متناً بهذا السند وهناك عشرة موتون أيضاً يعني رجال آخرين أيضاً بنفس السند لماذا لم تخرجهم؟ كأنه إيه؟ بيلزموا أن يخرجهم وصحيح أن البخاري لا يلزم بشيء ولا شيء علي لأن البخاري لم يقل سأجمع كل الصحيح بل بيّن أنه المختصر من الصحيح وقال البخاري هذا صحيح وتركت من الصحاح مخافة الطول يعني هذا الكتاب فيه صحيح فيه صحيح وتركت من الأحاديث الصحيحة الكثير مخافة الطول يقول جمعت لكم بعض النمازد من الصحيح لتتعلموا منها ولا أدعي أن ما جمعته هو صحيح فقط الذي في الدنيا وأنتم تعلمون أن هناك أحاديث صحيحة كثيرة في السنن ومسند أحمد وغيره وليس في البخاري ولذلك قال البخاري وتركت من الصحاح مخافة الطول طيب السؤال هنا ما سبب تصنيف الإمام البخاري هذا الكتاب؟ لماذا صنف الإمام البخاري هذا الكتاب؟ سنجيب عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا